استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهد البلاد المفدى حفظه الله ورعى في قصر الاسخير هذا اليوم سعدت السيد محمد علي عبد الحميد السراج سفير المملكة الاردنية الهاشمية الشقيقة لدى مملكة الوحين وذلك بمناسبة انتهاء مهم عمله الدبلوماسي في المملكة وخلال اللقاء اثناء زلالة الملك المفدى على الجهود الطيبة التي بذلها السفير والتي اسهمت في دعم وتعزيز العلاقات الاخوية التاريخية الوثيقة التي تربط مملكة البحرين وشقيقتها المملكة الاردنية الهاشمية مؤكدا زلالته واعتزازه بعمق ومتانة العلاقات البحرينية الاردنية والحرص المتبادل على تعزيزها والارتقاء بها الافضل المستويات بما يخدم المصالح العليا للبلدين والشعبين الشقيقين وكلف جلالة الملك المفدى السفير الاردني بناقل تحياته الى اخيه صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين عهل المملكة الاردنية الهاشمية الشقيقة وتمنياته طيبة الى الشعب الاردني الشقيق دوم التقدم والازدهار كما تمنى جلالته للسفير التوفيق في مهمه المستقبلية من جانبه يعرب السفير الاردني عن شكره الجزيل وتقديره البالق لجلالة الملك المفدى على ملاقيه لقيه من تعاون بناء ومثمر أسهم في نجاح مهمته الدبلماسية في المملكة مشيدان بجهود جلالته ودوره في تعزيز علاقة التعاون والأخوة المتميزة بين المملكتين الشقيقتين متمنين البحرين وشعبها المزيد من التطور ورفعة والرقي في ظل قيارة جلالة العهد المفدى